أكدت بلدية إربيدا الكبرى أن دورها ينحصر تنظيمياً وليس فنياً في عملية إصدار الترخيص الإنشائية للأبنية وأوضح رئيس البلدية المهندس نبيل كوفحي أن البلدية تتعامل فقط مع ما يرد إليها من شكاوى أو أحكام قضائية حول صلاحية البناء أو انتهاء عمره الافتراضي ونبه الكوفحي إلى أن التعامل مع الأبنية الآيلة للسقوط ما زال خجولاً لعدم وجود قاعدة بيانات تحدد درجة خطورة كل مبنى وعمره الإضافي إضافة إلى تعقيدات في قانون الأبنية الحالي حقيقة البلدية الآن لا تمتلك القدرات الفنية لعمل كشف أو مسح شامل لكافة الأبنية البلدية أحياناً تقوم بناء على طلب بعض الإخوة المواطنين أو بعض أصحاب الأملاك وأحياناً بناء على طلب ربما جهات أخرى لكن ليس لدينا قدرات حقيقة لا فني ولا غير فني لكشف على كافة المباني وتقييم مدى صلاحية لاستخدام السكان أو التجار حقيقة أنا أؤكد على أنه يجب أن تكون هناك جهود مستركة ما بين كافة المؤسسات المعنية وفي مقدمة البلدية ودعمها بالكوادر الفنية والإمكانات التكنولوجية أيضاً لتقييم خاصة الأبنية التي نقول مضى على عمره مثلاً أكثر من خمسين عام هذه حقيقة لا بد أن تنهض ديهات مختلفة وفي مقدمة البلديات بهذا العب حتى لا تكرر مثل هذه الكارية ترجمة نانسي قنقر